اشتركوا في القناة وكنت أناجك يا من ترى حفايا القلوب ولسنا نراك وكنت أناجك يا من ترى حفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي ضوى حب الهوى فشوق لي بذكرك عن من سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للخشب حتى أراك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق الليلة الذي نسلكه إلى الله نتوقف مع التساؤلات والإجابات نسمع من أهل العلم والمعرفة فيما يقال في التصوف حقيقة ممارسة التصوف فيقول العارفون نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونتخذ في هذا القرآن والسنة ولا نخالف شرع الله أما غير ذلك فليس من التصوف ولا يحسب على أهله هكذا يذكر وهكذا يتعلمون وهكذا ينقل عنهم وينقلون الليلة نتذكر أيضا المرجع الكبير في التصوف وفي علم التصوف وفي سيرة الصوفية وفي سيرة أعلام الصوفية وهو الرسالة القشيرية لكننا سنتوقف عند باب له وقع محبب في النفس وأثر في مسار البشر نتوقف مع باب التوكل كيف يكون التوكل وفي هذا نتذكر ما تركه الإمام الكشيري رحمه الله في رسالته الكشيرية أن شرط التوكل هو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطي شكر وإن منع صبر هكذا يقال في التوكل وأهله كذلك نقل لنا في الرسالة وفي طياتها بعدما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله سبحانه وتعالى فإن تعسر شيء فبتقديره وإن اتفق شيء فبتيسيره سبحانه وتعالى كذلك يقول في وقفة أخرى يقول أحدهم توكلت على الله ويكذب على الله فلو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به ومن وقفة أخرى قال عن يحيى ابن معاذ رحمه الله متى يكون الرجل متوكلا فقال إذا رضي بالله تعالى وكيلا له من هذا وإلى ذاك بين متحن وبين ذكر نبدأ طريق الليلة في مملكة الدرويش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مولانا أشرقت أنوارك وأهلا بك أهلا بكم يا فندم وأهلا باستاذ المشاهدين كل سنة وحضرتك بخير وأنتم بخير الشافعية والوصول إلى مقام شيخ الشافعية كيف كانت الرحلة مع الشافعية؟ هم أطلقوا علي هذا اللقب ولا أستحقه في الحقيقة يعني هو الرحلة مع الشافعية أنا بحب الإمام الشافعي الإمام الأعظم أبو عبد الله محمد بن إدريس بن شافع ابن السائب ابن رياص النسب وإلى المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مطالبي رضي الله تعالى عنه ولد سنة 150 من الهجرة وتلقى العلوم أولد في غزة وحملته أمه إلى مكة حفاظا على نسبه وكان في مكة في ذاك الوقت مفتي مكة مسلم من خالد الزنجي لما حفظه القرآن وهو من سبع سنين فقال له مسلم من خالد الزنجي لقى بالزنجي لشدة بياضة لم يكن أسود عز علي أن لا يكون مع هذا الذكاء علم فتكون قد ست أهل زمانك فأشار إليه أن يتجه إلى المدينة المنورة قال هذا مالك سيد وقته فذهب الشافعي كان عمره تسع سنوات إلى أمير مكة المكرمة ليكتب له توصية إلى الإمام مالك لم يشترئ الأمير أن يكتب مباشرة إلى مالك ولكن كتب إلى أمير المدينة فتوجه الإمام الشافعي رحمه الله إلى أمير المدينة وأعطاه الرسالة فقال يا غلام والله لو كلفتني أن أذهب حافياً ماشياً من المدينة إلى مكة لكان أهول عليه من الذهاب إلى بيت مالك قال الشافعي فأرأى الأمير أن يحضره قال آيات يا بني ليتنا لو ذهمنا إليه ومسنا من تراب العقيق يسبح لنا بمقابلة قال الشافعي فوالله لقد مسنا من تراب العقيق والعقيق وادي بعد المدينة المنورة هو وادي المبارك وجاء مالك شيخ طويل عليه مهابة ووقار وجلس على الكرسي وقدم له الرسالة فلما وصل إلى قوله محمد بن إدريس من صفتيه كيت وكيت ومن شأنه كيت وكيت قال سبحان الله صار العلم بحيث يطلب بالواسطة وهنا انتهى دور الأمير ثم التفت إلي وقال مسموك يا غلام قلت محمد فنظر إلي ساعة وكان لمالك فراسة قال يا غلام اتق الله ويجتنب المحارم فستكون سيد أهل زمانك تعلمت من مسيرة الإمام يعني بتحكي لي النقاط كلها فارقة ومهمة في مسيرة الإمام الشفعي لكن شيخ الشفعي تعلم من هذه المسيرة تعلمت الكثير أولا علم الفقه والقدوة به رحمه الله وإمته كالشفعي ونحوه كانوا على ست خصال كملة إلى إم الأربعة زهد صلاح والعبادة علمهم وعلوم عقب نافعات للملم أربعة وكذا الفقاهة في مصالح ديننا وإرادة بتفقون رب العلم أهنا يعني نرى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباعه وأن نستطيع أن نوفر هذه الصفات التي كان عليها الأئمة الأربعة لماذا شاعت الشافعية في مصر وذاع صيطوها وكثر المعتقدين فيها والباحثين عن ضوابطها وأحكامها في مصر والأئمة الأربعة بفضل الله عز وجل الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حمل كل هؤلاء على هدى ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هدات الأمة فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهمه واجب على كل مسلم تقليد أحد هؤلاء الأئمة الأربعة ولكن من حضرتك مثلا المذهب الملك منتشر في الصعيد أكثر المذهب الملك أيضا منتشر في كفر الشيخ والمنطقة دي في أندونيسيا وجنوب أفريقيا لا يعرفون سوى الشافعي وفي مصر كثير جدا أيضا على المذاهب الأربعة الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك فالحمد لله الأئمة الأربعة كلهم على هدى وواجب تقليد أحدهم لا بعينه يعني لأنهم كلهم مجتهدون معنى الاجتهاد أنه وصل إلى درجة من العلم تؤهله لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ماذا عن خصوصية الشافعية؟ الشافعية رحمه الله تعالى له خصوصيات كثيرة في العبادة فقد كان رحمه الله يقسم الليل أثلاثا يقوم ثلثة بيصلي وكان يصلي ثلثة الليل أحيانا بأربعين آية لا يتجاوزها يرددها وهذا دلالة في هذا دلالة على أنه كان يتعمق في معاني الآيات ويتدبرها يقوم ثلثة ويدرس العلم ثلثة لذاكر العلم وينام ثلثة وكان له جارية ربما أيقظها في الليلة سبعة عشر مرة حتى قيل له إنها منك في علاء يا جارية ناولين المصباح تأتي لي بالمصباح يسجل مسألة من العلم وكان ورعا تقيا قالوا الإمام أحمد كذلك قالوا يزورك أحمد وتزوره الإمام الشفعي قلت الفضائل لا تغادر منزله يثني على الإمام أحمد قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تغادر منزله إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له فقال أحمد إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا أو نحن زرنا فللفضل الذي فيك فلا علمنا كلا الحالين منك ولا نال الذي يتمنى فيك شانيك وكان رحمه الله في شهر رمضان يقرأ القرآن يختم كل ليلة مرتين منامى بالله مولانا في مصر التصوف حال المصريين إنجاز التعبير والتصوف ليس أيضا بمفهومه المعرف ولكن بمفهومه الروحاني اليوم يعني حريصة على أن أعرف إطار التصوف مع مولانا عبدالعزيز الشهاوي أيها فنم التصوف علم كسائر العلوم له مبادئه العشرة وهي إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع التصوف معناه الأول حده تعريفه علم يعرف به أحوال النفس وتحليها بالأخلاق الحميدة وتخليها عن الأخلاق الذميمة موضوع النفس من حيث تخليتها عن الأخلاق الذميمة وتحليتها بالأخلاق الفاضلة ثمرته سعادة الدنيا والآخرة الحد والموضوع ثم الثمرة فضله فوقانوا على سائر العلوم لأنه أصل لكل علم نسبته إلى العلوم التباين واضعه إمة الأعلام والإتقان والعرفان من هذه الأمة وفضله ونسبته والواضع اسم علم التصوف نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب إلى هو كل شيء مأخوذ عن رسول الله وحضرتك من سلوك رسول الله ومن هدي رسول الله ومن أهل الصفة وقيل إنه ينسب أهل الصفة كانوا مقيمين في المسجد النبوي الشريف وسموا أهل الصفة لأن الصفة معناها السقف يعني المكان المسقوف فكان عددهم بيصل أحياناً مئة ومئتين وثلاثمائة وأربعمائة فهؤلاء أساس التصوف هؤلاء أساس التصوف ولكن يوضع بعض التعريفات الأخرى لكن كقاعدة علمية في علم التصوف زي ما حضرتك تفضلت هؤلاء هم الأساس وكانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذن مرجعية التصوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة نعم لأنه المرجع الأول فيها نعم طيب في هذا المقام هناك الكثير من يعني الآراء لن أقول أي شيء آخر أنا أصفها بأنها رأي أو وجهة نظر يؤسس صاحبه بعض القواعد عليه ولكن أتوقف فيها مع يعني من يقول أن التصوف هو مدخل حديث طوره بعض المتصوفة وليس له من مقام الإسلام شيء بل إن البعض بالغ في ذلك ووصفه بأنه يخرج صاحبه عن الإطار الشرعي يا فندم بكل أسف أنا لا أحب أن أجرح أحد أعم ولا أسمي أحد هي آراء ونرد عليه نرد عليه حضرتك إذا هؤلاء لا يفهمون نعلى التصوف حقيقة التصوف أدب وفيه مؤلفات ومن أراد أن يتحقق من هذا الكلام يراجع الكتب فيه الرسالة للخشيري وفيه هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء وفيه العوارف وغير ذلك من الكتب والتنوير في إسقاط التدبير وغير ذلك أنا أضرب لك مثل بكتاب سمحي لي شوية فضل الكتاب ده اسمه هداية الأذكياء إلى طريق الأولياء هو بيقى عليه الشروح عن استعرضه سريعا بس كتابه فيه حوالي مئة وتسعين بيت وبقول الحمد لله الموفق للعلى حمدا يوافي بالرهو المتكاملة ثم ذكر أن الطريق إلى الله شريعة وحقيقة شريعة وحقيقة يعني شريعة وحقيقة يقول الشافي رحمه الله فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا فإني وحق الله إياك أنصحه فذلك قاسل لم يذق قلبه تقى وهذا جهون كيف ذو الجهل يصلح الفقه وتصوف بالاثنين يصل العبد إلى الله واحد منهم لا الطائس الشريعة والحقيقة والطريقة في آية في القرآن جمعت الأمرين وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فقوله تعالى إياك نعبد مراعا فيه جانب الشريعة الشريعة والفقه لأنه منظور فيه إلى العمل الذي هو من كسب العبد وفعله إياك نعبد وإياك نستعين حقيقة لأنه مراعا فيه تبر العبد من حوله وقوته وشهود أن العمل لا يتم إلا بحول الله وقوته اللي هو ما قاله الشافعي بين الفقه وبين التصوف نعم أن تجمع الاثنين أن تجمع الإثنين فهنا إياك نعبد وإياك نستعين صحيح؟ نعم جمعت الاثنين إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل أمر مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ثم ذكر رحمه الله بعد أن عرفوا الطريقة والشريعة والحقيقة وذكر المنرام أن يسلق طريقه تقوى الله أهم شيء تقوى الله عز وجل تقوى الإله مدار كل سعادة واتباع أهوى رأس شر حبائلة يقولون من كان رأس ما له التقوى كلت الألسن عن وصف ربحه وهذه حقيقة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا من يستطيع وصف الجنة وما فيها؟ نعم عدد العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال من رغم أن يسلق طريق الأولية فليحفظا هذه الوصايا عاملة باختصار أذكر الأول التوبة بشرطها أطلب متابا بالندمة مقلعا وبعزم ترك الذنب فيه باستقبلها وبرأة من كل حق الآدم ولهذه الأركان فرعة وعولة بكر شروط التوبة التوبة وضوابطها وضوابطها وقيه دواما التوبة بالمحاسبة التي حاسب نفسك دائما إذا كان في أي حاجة في اللي أنا أقوله خطأ أعليه طبعا هذا كلام حتى بالقادي التصوف دا مولانا رد على من يقول أنه ليس من الدين في شيء أو ليس من الشريعة في شيء نعم أنهاك تفريطا جرى وتساهلة وبحظ عين واللسان وسائر الأعضى جميعا فاجهدا لا تكسلا فالتوبة مفتاح لكل عبادة وأساس كل الخير أجمع أشمال آه للأول التوبة ذكر تسعة طبعا مع التقوى والمشتراف المحارم آه ثانيا القناعة وقنع بترك المشتهى والفاخري من مطعم وملابس ومنازلة اقنع من يطلبا ما ليس يعنيه فقد فات الذي يعنيه من غير اقتلا يبقى نظر الأول ايه توبة ثم القناعة قناعة ثم الزهد آه وازهد حقيقة الزهد فقد علاقة القلب بالدنيا آه لا فقد المال آه يا رب إنسان عنده مال كثير وهو زاهد آه وإنسان ليس عنده ايه مال وهو غيره زاهد آه وازهد وذا فقد علاقة قلبك بالمال لا فقد له تكو أعقله أخذ هذا من قول الشافعية رحمه الله لو أوصى إنسان لآقل الناس يصرف لمن يصرف للزهد آه سبحان الله من المدخلات اللي حصلت على الوعي المصري أو المجتمع المصري جعلت المفردات تتغير معانيها جعلت النظرة إلى مقام وآخر تتغير جعلت الحديث عن التصوف يحدث له بعض التشويهة أشياء من هذا القبيل أفندم لبعض الناس الذين ينسبون إلى التصوف أو إلى الصوفية لا حظ لهم من التصوف سوى إيه الكلمة لكن لا عندهم سلوك حضرتك التصوف ده اللي عايز يسلكه مش هيرتاح هيشوف المر ومر المر الرجل بيقول إيه مش هيرتاح بمعنى إيه لأن الناس بتقول ده الراحة لا الراحة في العبادة وفي النفس الرسول صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فقال يا رب لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحاطا الله تعالى بالمكاره طريق الموصل إليها كل إيه مخالف تشهوات النفس فقال خشيت أن لا يدخلها أحد وخلق النار وقال لجبريل اذهب فانظر إليها فقال يا رب لا يدخلها أحد فحاطها بالشهوات طريق الموصل إلى النار فقال يا رب لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد ويقول يا من يريد منازل الأبدال من غير قصد منه للأعمال لا تطمعن فيها فلست من أهلها إن لم تزاحمهم على الأحوال بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال بيت الولاية أركانه إيه؟ ما بين صمت الولاية أنه يكون ولي من أولياء الله بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والصهر العزيز الغالي دي سهلة ولا صعبة؟ دي صعبة طيب حاجة تانية الصهر العزيز الغالي لهو الصهر في التقرب إلى الله صهر عيوة في التقرب إلى الله لا مش الصهر بوضح برضو مع الناس وهو بلو الصهر العزيز الغالي اللي صار فيه قراءة القرآن فيه ذكر الله فيه صلاة في التقرب إلى الله التقرب إلى الله لسلامة الدنيا خصال أربع لسلامة الدنيا شوف الذين سهلين ولا صعبين غفر لجهل القوم لو واحد أخطأ في حقي الله يسمحك غفر لجهل القوم منعك تجهل لا تجهل على أحد الأثنين لو واحد غلط فيه الله يسمحك وأنا إيه؟ لا أخطأ في حقي و تكون من سيب الأناس من عطاء الناس ومن اللي في جبهم تبعي عن اللي في جبهم آآ 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 و لسيب نفسك للأناس آآ بادلة آآ لو فأله واحد الأربع خصال دول سهل على النفس ولا صعب آآ سهل لمن يحب الله و يتقرب آآ 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 الطريق إلا الله لكن التصوف في حد ذاته هو صميم ومن صميم علم الدين بل هو خلاص التصوف المصريين في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حب آل البيت لهم حال أحوال المصريين مع آل البيت ومع زيارة كل ما يمس آل البيت والتبرك بكل ما يتعلق بذكر آل البيت ثم الأولياء والصالحين عموم المصريين لهم حال في هذا ثم جاء من يتحدث عن هذا بأنه يعني يخرج عن الأطر الشرعية إلى أطر أخرى ويصنفه بأمور ربما لا يتقبلها حتى العقل الوسطي المصري العادي لكنها موجودة ويقام فيها محاضرات وتلقى فيها كلمات وكتب وغير ذلك ماذا تقول في هذا المقام؟ ماذا يفعل من مخالفات في هذا؟ أو ما هو مستهجا في هذا؟ زيارة أو أولا أهل مصر يحبون أهل البيت رضي الله عنه والسيدة زينب رضي الله تعالى ذنبقات مصر قالت يا أهل مصر آويتمون أعواكم الله وأكرمتمون أكرمكم الله وهم يحبون أهل البيت ويتبركون بهم السؤال بقى هل هنا فيه شرك وهم يسموا الحجد شرك آه وما هو الشرك وهل هنا مخالفة شرعية الأمر لا يعد أننا نزور قبرا قبر رجل صالح ونتبرك به لا نعبده والله ما صلينا لهم والله ما زكينا لهم والله ما سجدنا لهم والله ما صمنا لهم كل ما في الأمر أننا نتبرك بهم سبت رسول الله مولانا الإمام الحسين يعز علي جدا أي واحد يجفو الإمام الحسين إذا كان عايز من أهل الجنة يبقى سيدنا الحسين سيده وكيف ذلك ألم يقل رسول الله سيد شباب أهل الجنة سيدة شباب أهل الجنة شباب مش المراد بشباب أهل ما أهل الجنة كلهم شباب شباب لكن المراد لنفي إيه لاستثناء من مشيخ الصحابة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان المشيخ الكبار لكن هما سيدة شباب أهل الجنة ومين هيوصل لهم بالمكانتهم سيدنا الحسين أمه كاملة طبعا بنت كاملة بنت كامل ونعم بالله هم كما ورد سفينة نوح أهل بيتي كسفينة نوح من راكمها نجأ ومن تخلف عنها هلك بس سفينة مش بتصعد كده في الماء لابتصعد إلى الأعلى السماء إلى الجنات نعم ونام بالله لابد من شيخ مربي مرشد وعلى مقولة تقال من لا شيخ لا فالشيطان شيخه نعم هل هذا حقيقي ألا يعرف الإنسان ربه بقلبه يا فندم لابد من مربي لأن الإنسان كل العلوم كذلك يعني أي علم من العلوم يقولون من أخذ الفقه من الكتب أخطأ في الأحكام ومن أخذ النحوة من الكتب لحن في كلام ومن أخذ الطب من الكتب قتل الأنام فلابد من شيخ وشيخ مرشد مربي التصوف له مظهر التصوف مش مظهرة ولا بالسبحة ولا إيه بذلك التصوف أدب مع الله عز وجل إن التصوف كله له الأدب بيعبره عنه بأدب الوقت ما يلزمني في الوقت ألزمه وقت الصلاة صلي وقت متفرق أدعو الله أو أذكر الله السبحة ليست بدعة كما يظن البعض آه يعني السبحة مش بدعة ما وقد كانت موجودة على عهد رسول الله وما هي إلا وسيلة أو آلة للذكر ليست إيه لا يدخلها بدعة بصوابعي أو بالسبحة لا يظن لماذا دائما أجد الخواتم بأحجار في يد المشايخ خاصة مشايخ الصوفية والله دي عندي حاجة دي عادة عادة جات من إيه أو ارتبطت بيه أو مريحة نفسيا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكاتب الملوك قالوا له إنهم لا يقبلون كتابا غير مختوم فاتخذ له صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة فصوه منه وكان نقشه محمد رسول الله محمد سطر رسول سطر الله سطر ليس فيه كبر وكان يجعل يلبس فيه الخنصر ويجعل الفص من داخله هذه عادة وكان صلى الله عليه وسلم يختم به رسائله إلى الملوك محمد سطر رسول فوقه الله فوقه يعني يخرج من الأسفل إلى أعلى فنعادة يعني ملهاش يعني غير منكرة لا لا بس طبعا الخاتم بالنسبة للرجال يحرم على الرجال التختم بالذهب وخاتم الفضل هو حدود أيضا شرعية حدود شرعية بمعنى إيه؟ يعني لا يزيد عن أربعة جرام أربعة جرام عن دينار أو مثقال ما يكونش ضخم في إيد الرجل ده كأنه نوع من يعني يخرج من إطاره الطبيعي لإطار الزينة أو المبالغة أو التبهرق أو شيء من هذا القبيل لو زال على ذلك يبقى حرام على السلوكيات المختلفة نلاقي بعض السلوكيات البسيطة أو بعض السلوكيات المبالغ فيها ما بين بعض الذاكرين بطرق يعني تجعل الأمر ملفت للانتباه أو للأنظار أو بعض المتقربين عند المقام مثلا بشيء أو بآخر فيكون في بعض المفردات أو بعض السلوكيات هنا المآخذ على هذا تقص ببساطة علم الإنسان ووعيه وإدراكه ولا نحاكمها محاكمة العالم حضرتك كل شيء نعرضه على الكتاب والسنة أي حاجة تخرج عن الكتاب والسنة أنا منها بريء وكل أسير إبراهيم الدسوقي بيقول من كان متمسكا بالشرع ضريفا نظيفا فهو ابني وإن كان من أقصى البلاد ومن لم يكن متمسكا بالشريعة فأنا منه بريء وإن كان ابني لصلبي أنا عندي محكمش إلى عادات ولا مشايخ ولا آراء الشيء إذا كان موافق للقرآن والسنة على عينه راسي إذا خرج عن هذا الحد أنا منه بريء لكن احنا اعتمدنا في فهم القرآن والسنة على علوم المكتهدين علوم من؟ المكتهدين نعم فنحن أيضا إذا كنا نتكلم عن صاحب وعي بسيط فهو بحاجة لأن يكون واعيا لوقع الأمر من القرآن والسنة هم الناس اللي هم الأصحاب الطرق اللي بيزوروا الأولية وبيعملوا حضرات ما بيخرجوش فيها عن الكتاب والسنة يعني إما مثلا بيعود يذكروا الله أو يقرأوا سورة ياسين جماعي ويذكروا الله الله لا إله إلا الله جلوسا وليس وقوفا في المسجد جلوسا ووقوفا على جنوبه أي الذين يذكرون الله لا بيكلم على الحضرة الحضرة آه بس جلوس أو قيام ما فيش أي مشكلة فاند هل نهى رسول الله ورد ناهي عن ذكر الله في القيام بل جاء الثناء عليهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه أو الاجتماع على ذكر الله قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ أي والله ارضى عليه فذكر الله والاجتماع على ذكر الله له فضل عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الشيخان إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر يبحث عن إيه؟ نعم الذكرين فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هنموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجلحتهم إلى سماء الدنيا ثم يسألهم الله تعالى وهو أعلم ماذا يقول عبادي؟ قال يقولون يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول الله تعالى وهل رأوني؟ فيقول لا والله يا رب ما رأوني؟ فيقول تعالى فكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو أنهم رأوك كانوا أشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول وماذا يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة فيقول الله تعالى وهل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول الله تعالى فكيف لو رأوها قال فمما يتعوذون قال يتعوذون من النار قال وهل رأوها فيقول لا والله يا رب ما رأوها فيقول الله تعالى اختصرت الحديث أشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول الله تعالى وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جلسهم فالاجتماع على ذكر الله قيام وقعود الصلاة فرنم بنا سبحانه وتعالى يسر علينا الدين ويسر علينا العبادة قال صلى الله عليه وسلم بس يبالك ربع أجر ربع أجر بس من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى راقدا أو نائما فله نصف أجر القاعد هذا محمول على النفل عند القدرة زي ذكر الله وذناي وعلى جنوبه فضل مولانا يعني النهاردة أسعدتنا بحضورك الكريم الله يسعدك الدنيا والآخر ونورت الدنيا كلها نفع الله بك وبعلمك الله يبارك وجعله صدقة جارية لك دائما إن شاء الله نفعتنا النهاردة ونفعت عموم المشاهدين كمان بعلمك وبجميل حكيك وبحلوة الله نورتنا مولانا شكرا جزيلا شكرا جزيلا في علم صاحبنا وضيفنا الكريم رفيع المقام عن طريق جديد إلى الله في مملكة الدراويش جبر الخواطر على الله اجبر بخطري وفرحني جبر الخواطر على الله اجبر بخطري وفرحني أنا ماليش أبدا غيرا حبك في قلبي وصدقني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أنا كل يوم بعد روحي تسأل عليك وتضمنني تبعدني ولا تقربني يلي كمالك فاتني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبي فيك يا جميل حبيبي مش عاوز دليل من تعارف كل حاجة ليس عندك مستحيل يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو أشاهد مرة نورة كنت أفرح بالجامل مصر منك ترضي عبدك تشفي كل في العالي الهي وكنت أناجك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك وكنت أناجيك يا من طرى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحب الهوى لأنك أهل لذاك فعما الذي ضوى حب الهوى فشغلي بذكرك عما سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للخشب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك 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 الحمد في ذا ولا ذاك لي اشتركوا في القناة